بعد انفجارات في الأرض والسياسة والاقتصاد يعود لبنان لمحاولة جديدة في بناء بيت سياسي متين أغلقت صندوق الاقتراع وفاز الفائزون من قبل وفازت وجوه جديدة 228 مقعد بني عليها البرلمان اللبناني فيما مضى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وهو هكذا اليوم هذا ما اتفقوا عليه في العرف السياسي في بيروت لكن بيروت اليوم تتحدث بصوت الخوف والتحذير الذي تطلقه بعض أصوات الخاسرين لهم صوتهم أيضا بعد أن أعلنت النتائج وهذا نهج متداول سمعه كثيرون تماما كما يسمعه اللبناني الخاسرون لبعض مقاعد المؤيدين لحزب الله لم يرضوا عن النتيجة كذلك غابت ملامح الاكتساح لتيار المستقبل بحسب المشهد كان نتيجة تأثير توقف سعد الحريري عن النشاط السياسي في الفترة الأخيرة لم يتغير شيء بالصورة الحقيقية حديث يكشفه الشارع اللبناني اليوم بعد أن عكست النتائج حقيقة استمرار وجوه وأحزاب متمكنة في أعوام الماضية منها على سبيل المثال للحصر سمير جعجع الذي اكتصح عن الطيف المسيحي ما يقارب عشرين مقعدا زعيم حزب القوات اللبنانية فيما حصد التيار الوطني الحر الذي يقوده مشيل عون قرابة خمسة عشر مقعدا بحسب النتائج الأولية أيضا في المحصلة فإن لبنان يكرر سيناريوهات عربية سابقة وقد لا يخرج من فواهة الأزمات سيما بعد عام 2018 وحتى اليوم مؤشرات تقود اللبنانيين إلى عدم القناعة التامة بالحال السياسية المتلكة وما سينجم عنها من معركة قد تشتعل بين الأحزاب ورجالها السياسيين في بيروت خوف تحدث به السياسيون والفنانون والبسطاء على حد سواء آخرهم ما جاء على لسان الفنانة إليسا التي قالت للسياسيين كافا أو كما وصفت غاضبة على حال البلاد ترجمة نانسي قنقر